السلام معكم أدهم ورجعنا لكم فيديو جديد أول يوم بعيد الأضحى نعاد عليكم بالصحة والعافية وبننشوف خارقوف في يوم العيد ما قلنا نشوفه اللي هو بنروحة صلاة العيد خلقوا معي طبعا هاي متر وذلك سيفك ان شاء الله يأتي القطار بسرعة يا أخوان الصلاة الساعة ثمانة والساعة هسا سبعة وثلاثة فنتمنى نلحقها مع بعض يا أخوان لحقنا على الوقت تضايد شوية بس وبوصل الجامع بإذن الله بحاول أصور لكم المناظر جوا الجامع نفسه إذا بسحلة بشعل أكيد يعني ما نشوف الوضع حل مناسب إننا نصور ما نصور وبجوز نوخدكم أجواء العيد كيف بعشوها العرب في خارقوف بنتخرب معكم عليها بعد الصلاة خلينا فرجيكم بأي منطقة الزخسنيكي وكرايا وراحين على جامع المناظر طبعا اليوم بالأسف مطر برضو والعيد ليس عيد هذا الباركر التي عملتها فيها يقل أخوان هذه الجامعة يا أخوان التي هي الجامع المنار أعتقد المناظر موجود حاليا ما أعتقد؟ الجامعة موجود في الطابق الثالث طبعا الله أكبر الله يا أخوان خلصنا صلاة العيد كان الجو كثير حلو وممتع والخطوة بالذات اللي حكاها بعد صلاة العيد شعرنا هيك كأننا في البلاد رغم الغرب ورغم آلاف الكيلومترات اللي بعدينها على البلاد تعياتنا إلى أن شعرنا أننا موجودين في البلاد شعور حلو كثير ممكن أن تشعروا في بلدك العربية المسلمية صراحة إذا لم يكن صباح سأقول لكم جعان ولكننا جعان ساعة ثمانة ومص طبعا الآن سأخبركم في أجواء العيد في عيد الأضحى وعيد الفطر كيف يقضوا العرب في خاركوف أنا أريد أن أخبركم أما كنا الطلاب فعما شاء الله في موسيقى هنا مفتوحة السباح المهم كيف يقضوا في خاركوف العيد الأضحى أو عيد الفطر أو أي عيد ثاني بيقضوا بكل بساطة بعدة أنواع يائما بيقضوا مع أيلتهم إذا كان في عندك عيلي كطالب وهذا شيء نادر لن نتحدث عن العرب الذين موجودون في خاركوف نفسها العرب الذين موجودون في خاركوف يقضيها مع العائلة أو يقضيها بيقضيها على النهر مشاوي أو يطلب مشاوي من محل معين وبعض أصحابه عنده عبار يعني تشعر أنك بأجواء العيد بالضبط هاي خلاص اليوم ما هذا الصوت الحلق؟ سمعين أنتوا؟ أسأل نصور بكم هاي هذا الصوت هذه الصوت هذا صوت لا يوجد لا يوجد أن تشعر وشعر لا يوجد أن تشعر فكرة 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 فكرها فكرة لا يوجد لا 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 موسيقى 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 يبالا مجرد فيزي موسر اغني وسكرى بشثنو بعكله على اغلب اديسة ماربرنج اخوان انا هنا صور يومنا الحلو وعلى كل واقت اطرع ومطل الدنيا مطر مطر طلع وكيف نذهب للششليك وطووك وكيف نذهب للششليك وطووك اليوم عيد الأضحى طبعا أريد ان أذهب لكيف يكون الأمر سهل جدا أريد أن أذهب للفتة لكي لا أسأل المطر أريد أن أذهب إلى فتاة المتر و أرد فتاة المتر و أخرج من الدخل الثاني تخيلون أنتم كيف مريحين الشعر بشكل غير طبيعي إنها خارقوف على فكرة هذا الشيء موجود فقط في مدينة خارقوف لن يوجد في أي مدينة ثانية صراحة هنا نخرج من المنخل الثاني يا إخوان أريد أن تكونوا استمتعتم بالفيديو و أراكم المرة القادمة هذه هي سعيد ونعد عليكم بالصحة والعافية و أهدات البان تحياتي و أحبكم بالله مع السلامة